موسيقى الموسيقى موسيقى موسيقى الموسيقى بعد كده في العصر الإسلامي وارتبط فكرة الفنوس ازاي ارتبطت برمضان فربطنا كل العصور ببعض المسادي طبعا اليوم النهاردة كان في إطار الحرف التراثية اللي بيسعى من قسم التعليمي بالمتحف المصري ويحفظ عليها طبعا ورشة الريزين النهاردة مش أول ورشة إحنا بدئين من 2014 بدأنا بورش جنود وبدأنا بورش إعادة تدوير وبدأنا بورش صنوعة الحوانيس وبدأنا بورش الحلية والأكسسوارات وصناعة الحلية في سلك النحاس ورشة الريزين هي مادة حديثة لكن إزاي ندخلها إن إحنا نعمل منها منتج مصري قديم إزاي ندخلها في الحرف التراثية فإحنا بنوظف الفنون أو المواد الحديثة إن إحنا نطلع منتج مصري قديم بيحافظ على الحرف التراثية زي ورشة برضو الدكوباج عملناها الدكوباج معروف إنه هو فن الفقراء وإحنا بنستخدم منتجات قديمة أو بنستخدم مواد رخيصة في إن إحنا نطلع منتج برضو مصري قديم طبعاً لازم المنتج اللي عندي يطلع ليه علاقة بالحضارة أو الفن من مصري القديم لإحنا مابوزين في المتحف المصري إمتى تدين أن إحنا أقول إسرانوس لا ليه علاقة برمضان؟ في العصر الفاطمي طبعاً جوهر السقلي ده كان في خمسة رمضان سنة 358 هجرياً لما جوهر السقلي كان عاوز يعمل استقبال يليك بالمعزل الدين الله الفاطمي يعني في العصر الفاطمي طبعاً كانوا هيستقبلوه ليلاً فالدنيا كانت ضلمة فهو فكر في اللي هم يعملوا زي الشموع كده بس الشموع عشان كانت هتنطفي فكانوا بيغطوها بالجريد المخير فمن هنا جد فكرة الفانوس أنه يرتبط برمضان فكان في خمسة رمضان 358 هجرياً